نهاركم سعيد وانا رايح اقعد بها القهوة يطل علي هذا المنظر الجميل قصر السيف العامر اللي شاء الله دوم يكون عامر بس السؤال شنو اسم هذا القصر وقت بنائه وشم اسم مر عليه عبر تاريخ الكويت بني قصر السيف عام 1904 في عهد الشيخ مبارك الصباح رحمة الله عليه وكان اول مقر وقصر حكم في الكويت قبلها كان امراء الكويت يحكمون البلد من بيوتهم دواوينهم في البداية اطلق عليه قصر مبارك ولكن تقول بعض المصادر ان الشيخ مبارك ما استحسن هذا الاسم شاف انه فيه نوع من انواع الكبر والكبر لله فسمي بي القصر الجديد وفي عهد الشيخ جابر المبارك رحمة الله عليه انتقل قصر ومقر الحكم الى دسمان وكان في ذاك الزمان دسمان يعني على طرف الديرة فسمي هذا القصر بقصر الديرة وبعض المراسلات البريطانية بين الكويت وحكومة بريطانيا تشير الى مكان هذا القصر تاون بالس اي قصر الديرة وفي عهد الشيخ سالم المبارك رحمة الله عليه نقش على مدخل القصر لو دامت لغيرك لما اتصلت اليك وفي عهد الشيخ عبدالله السالم رحمة الله عليه وبالدستور انتقل مقر وقصر الحكم الى منطقة الشعب فسميه بقصر السيف نسبة الى السيف وهو ساحل البحر لكونه قريب او مطل على ساحل البحر وفي عهده عام 1961 صارت التوسعة وبناء قصر السيف الجديد على اقتراز المعماري الاسلامي بالزخارف والاقواس وبرج الساعة والى يومنا هذا القصر يحمل اسم قصر السيف العامر العامر باهله وحكامه الله يعزهم